بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين حياكم الله أيها الأحبة الأكارم في هذا الدرس المبارك من صحيح الإمام البخاري ونسأل الله أن يعطينا ثواب هذه المجالس المباركة لأنها أحب المجالس إلى الله عز وجل وخصوصا ما كان في تفسير القرآن وفي شرح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوق كل هذا إذا كان في صحيح الإمام البخاري ونرجو أن تدعو لنا بأن يستمر هذا الدرس فهو عبارة عن سلسلة مباركة كل يوم ثلاثاء في هذا المسجد كل يوم ثلاثاء درس من دروس الحديث حتى نأتي على كل الأبواب إن شاء الله فنستعين بالله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري الحديث ربما يتساءل أحد الإخوة يقول ما علاقة الحديث مع بدء الوحي اعتاد العلماء أيها الإخوة الكرام على التبرك بهذا الحديث أي كتاب يبدأون به من كتب السنة يبدأون بهذا الحديث لماذا بقصد إخلاص النية لله عز وجل مثل مجلسنا هذا لو كان في الفقه لو كان في التفسير فيستحسن أن نبدأ بهذا الحديث حتى نخلص نيتنا لله سبحانه وتعالى والنية محلها القلب والله عز وجل يحاسب الإنسان في عمله على نيته فهنا هذا الحديث هو حديث عام لكل الأعمال ثم جاء التخصيص بالنسبة للهجرة لأنه رجل اشترطت عليه امرأة أنه إذا هاجر توافق على الزواج منه فالرسول يبين عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أخذ حظه من هذه الهجرة وحرم نفسه من الثواب من الله سبحانه وتعالى ولذلك يأتي الإنسان بأعمال أمثال الجبال يوم القيامة نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله في هذه الساعة التي لا يرد فيها الدعاء عقب الصلاة وفي مجلس العلم والملائكة تؤمن نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن يرزقنا الإخلاص في كل عمل نقدم عليه حتى بلغ عند الصحابة وعند العلماء أن أحدهم إذا قيل له هل أم لنزور فلان يقول أنظرني حتى أصحح نيتي شو هدفي من زيارة فلان هل بينه وبينه مصلحة حتى ينال دعاء الملائكة وحتى ينال مغفرة الله عز وجل فليس بيني وبينه إلا أني أحبه في الله فقال إن الله قد أحبك كما أحببته في الله وهكذا كل الأعمال أحبت الكرام دائماً أنظر إلى قلبك إلى كلامك ماذا تريد من ذلك فالإنسان الذي يأخذ الأجرة على ما هذا الشهرة أخذت السمعة أخذت نصيبك ماذا أبقيت لله عز وجل من هذه الأعمال ثم يقول أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلا العمل الطيب العمل الخالص لله فمن أشرك أي في عمل معي أحداً غيري تركته وشركه يعني حتى إلي مع غيري أتنازل عنه لهذا الإنسان روح خذ كل أجرك من فلان فالله لا يقبل الشريك سبحانه وتعالى حتى المسلم حتى المؤمن حتى أهل مكة هم عند الكعبة فكانوا يقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إلا شريك واحد هذا الصنم اللي حطيناه عند الكعبة هو لك وما ملك شوف يعني الجماعة عرفانين الله سبحانه وتعالى يعرفونه ولكن ماذا فعلوا كل قبيلة وضعوا لهم صنم عند الكعبة لبيك اللهم لبيك يا رب إحنا طاعين ونطوف ونعبدك ولكن ما لك شريك إلا هذا اللي هبل اللات العزة فنعوذ بالله إذن ليس أهل مكة ما كانوا منحدين ما ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى وهكذا المسلم مؤمن يكون إيمانه خالص لله سبحانه وتعالى يدعو الله وحده ويتبتل إلى الله ويصلي لله ويتصدق لله ويطلب الأجر من الله حتى يصل إلى درجة الأخلاص الحديث الثاني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا رواه البخاري الآن دخلنا في الموضوع إذن الحارث يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل عن هيئة الوحي كيفية نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه مثل صليل الجرس أي أني لا أراه ولكن أسمع صوتا مثل إيش؟ مثل رنين الجرس مثل إيش؟ مثل الجرس عند أذني فعندما يذهب الله سبحانه وتعالى يترجم له هذا الصوت إذن بأي لغة هذه؟ صوت ولكن هذا الصوت غير مفهوم فلما يذهب عنه يذهب عنه الله سبحانه وتعالى يترجم له هذا الصوت وحيا والوحي هو الإلهام الإلهي والقرآن ما نزل حرف واحد إلا عن طريق جبريل عليه السلام لأن الوحي ممكن شيء يلقيه الله في قلب النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه في روعه فيعيه النبي ممكن يكون منام رؤيا والقرآن ما نزل حرف واحد إلا عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام فجبريل لما ينزل على النبي يلتحم مع رسول الله والرسول لا يعي من كلامه إلا هذا الصوت وله دوي كدوي النحل صوت كصليل الجرس فلما ينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرتفع الرسول يستعيد هذا الصوت فيترجمه إلى اللغة العربية يصبح كلام واعي ومفهوم وهذا الصليل هو أشد ما يكون على الرسول عليه الصلاة والسلام يكون جالس مع الصحابة حتى أنه متكأ في حجر عائشة تقول كاد عظمياً كسر يثقل يوم عرف كاد بطن الراحلة يصل إلى الأرض صلى الله أخو عليك يا سيدي يا رسول الله كم تحمل حبيبنا محمد شوف الوحي شوف الوحي مع رؤية عالم البرزخ عالم الملائكة العالم النوراني هذا الضغط الهائل على جسد النبي عليه الصلاة والسلام ويتفسط جمينه عرقاً في الليلة الشاتية شديدة البرودة الحالة الثانية اللي هي أخف ويرتاح فيها النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحضر جبريل على هيئة إنسان على هيئة دحية الكلبي صحابي جميل جداً فيفرح النبي برأيته يمر جبريل فيقول من اللي مروا سلم عليكم قالوا دحية قال ذاك جبريل ذاك جبريل عليه السلام جبريل كان يأتي بصورة هذا الصحابي الجميل وهو يشبه عيسى عليه السلام فيخاطب النبي بلغة يفهمها النبي عليه الصلاة والسلام فكانت هذه الحالة أخف من حالة الالتحام الملائكية والرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل على صورته الملائكية إلا مرتين ما رأى جبريل إلا في بداية الوحي رآه بين السماء والأرض رآه بين السماء والأرض فخر النبي على يديه وركبته صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي قوة أربعين رجلاً شوف عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان منظر جبريل منظر مهول منظر مهول له ستمائة جناح حتى ما يخدخل في قلب إنسان أن هذا القرآن هو عبارة عن تجميع أو أنه تأليف لا هذا كلام رب العرض والسماوات ولذلك نزل بهذه الطريقة المهيبة طريقة الجليلة الطريقة العظيمة التي تأخذ بالألباب فلا يستطيع إنسان بأن يؤلف حروف القرآن ولا أن يتحمل لو لأن الله رحمنا بقراءة القرآن وفهمه من فم النبي عليه الصلاة والسلام لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ولذلك أحبة الكرام عندما يقال جبريل أي أمين الوحي عليه السلام وأن هناك عالم ملائكي تحمل هذا القرآن وتحمل هذا الوحي ونزل على قلب رسول الله الطاهر صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق نقله إلينا بكل أمانة وبكل ثقة فنحن نقول بأن القرآن هو كلام الله عز وجل الموحى إليه أو إلى جبريل المنزل على قلب رسول الله المعصوم من الزلل إلى أبد الآبدين هذه قدسية القرآن وهذا هو كلام الله والمتحدى بلفظه المعجز بما جاء فيه من الآيات والأخبار والله لو أفنينا حياتنا في إعجاز القرآن وفي ألفاظ القرآن وبلاغة القرآن لحتجنا إلى أعمار وأحقاب وأحقاب ولا نصل إلى كنه هذا الكلام العظيم ولذلك يا أحبة الكرام اليوم نحن نحتاج أن نوصل هذه الرسالة إلى أولادنا لأن بعض الناس لما كان ينزل القرآن يظنون بأنه مثل الشاعر يعني تأليف فهاتوا أكبر شاعر في العالم وأبلغ خطيب وأفصح عربي على وجه الأرض من؟ ما كان في بلغاء في زمن النبي وصلت اللغة العربية إلى أعلى درجات الخطابة والبلاغة والفصاحة ما أحد استطاع أن يجيب آية وحده في زمن البلاغة والفصاحة اليوم نحن نسنا مثل أولئك البلغاء ولكن بقي الإعجاز العلمي الله سبحانه وتعالى آت النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وآتاه مثله في الوحي فكلام النبي وحي عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أي أن حديث النبي أيضا كلام معصوم عن الزلل والخلل فلا يبلغ عن رب العزة إلا تفسير القرآن وبيان المجمل بيان تفصيل شرح هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الجمع المبارك أي جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يتقبل من نومكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر